مجزة السابعة صباحا حياكم الله أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا دائم في الأمم المتحدة أنه لدى سوريا أدلة وقرائن تم تقديمها لمجلس الأمن على ضلوع النظام التركي المباشر في دعم الإرهابيين داخل الأراضي السورية نحن لدينا إثباتات وقرائن لا تضحط قدمناها إلى مجلس الأمن والأمين العام وأن يعنيه الأمر حول الضلوع التركي المباشر في رعاية الإرهاب داخل بلادنا داخل سوريا سواء عن طريق رعاية داعش وتسهيل مرورها عبر الحدود إلى الداخل السوري أو عبر سرقة الغاز والنفط وشراءه من داعش وسرقة الآثار وشراءها أيضا من داعش وتسويقها إلى إسرائيل وأوروبا هذه الأمور أضحط اليوم لا تضحط خاصة وأن الأصدقاء الروس صوروا بالأقمار الصناعية بالصورة والصوت قوافل الغاز والنفطة التي تتنقل عبر الحدود مع تركيا جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا دعوتها إلى إغلاق الحدود التركية لوقف تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي وقالت زخاروفا أن الوضع على الحدود السورية التركية يبقى متوترا للغاية بسبب استمرار تسلل الإرهابيين وشاحنات الأسلحة من تركيا إلى منظمات إرهابية نشطة في سوريا ومن المهم إغلاق الحدود التركية السورية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده ومصادر تمويله مبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا إن موعد الجولة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف لم يتحدد بعد مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى لاستئناف الحوار في تموز المقبل وقال ديمستورا في تصريح للصحفيين إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماع مجلس الأمن المقرر يوم التاسع والعشرين من حزيران وضحا أنه سيجري مشاورات في نيويورك وواشنطن في إطار المساعي لتحديد موعد المحادثات السورية أفاد مركز التنسيق الروسي في حميميم بأنه رصد خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا ليرتفع بذلك عدد خروقاتها للاتفاق منذ بداية تطبيقه إلى 709 خروقات وقال المركز في بيان له اليوم إن إرهابيين مما يسمى جيش الإسلام استهدفوا بقذائف الهون مواقع تابعة للجيش السوري في حتيتة الجرش وحرستة والقيسة في ريف دمشق أعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي أن القوات العراقية استعادت السيطرة على أكثر من 80% من مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار من إرهابي تنظيم داعش ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الساعدي قوله إن أكثر من 80% من المدينة تحت سيطرة القوات العراقية مشيرا إلى أنه لم يتبقى من الإرهابيين سوى 10% أو 5% مما كان لديهم في المدينة قتل شخص وأصيب ضابطاء شرطة التراك جراء انفجار سيارات مفخخة قرب مركز للشرطة في إقليم ماردين بجنوب الشرق تركيا ونقلت وكالة رايترز للأنباء عن مصادر أمنية تابعة للنظام التركي قولها إن الانفجار وقع خارج نقطة أمنية قرب ضاحية عمرلي في إقليم ماردين وفي الخبر الأخير اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنشر الدمار في الشرق الأوسط وتلقي أموال من النظام السعودي وقال ترامب إن قرارات هيلاري كلينتون نشرت الموت والدمار والإرهاب في كل مكان طالته يدها مؤكدا أنها خربت الشرق الأوسط برمته وأنها فعلت ذلك من خلال اجتياح ليبيا وتسليمها لإرهابي داعش نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة